الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، دائرة حساس الأكسوجين O2 لم يتم الكشف عن أي نشاط، الصف الأول الحساس 1، ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام، مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2، على الرغم من أنها عامة، قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتماداً على الصنع أدرازو، يشير هذا الرمز إلى مستشعر الأكسوجين الأمامي الموجود في البنك 1، في الأساس يكون مستشعر الأكسوجين غير نشط إليك السبب، توفر وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM، جاداً أساسياً يبلغ حوالي 450 ملي فولت على دائرة إشارة مستشعر الأكسوجين عند البرودة، يكتشف PCM أن المقاومة الداخلية للمستشعر عالية، عندما يسخن المستشعر، تنخفض المقاومة وتبدأ في إنتاج الجهد بناء على محتوى الأكسوجين في العادم عندما يقرر PCM أن الوقت الذي يستغرقه جهاز الاستشعار في الإحماء أكبر من دقيقة واحدة أو أن الجهد غير نشط لا يقرأ خارج 391 إلى 491 ملي فولت فإنه يرى المستشعر على أنه غير نشط أو مفتوح ويضبط رمز P0134 الأعراض المحتملة قد يحدث واحد أو أكثر مما يلي، تحقق من إضاءة ضوء المحرك ضعيف التشغيل المحرك مفقود تهب دخان أسود ضعيف الاقتصاد في استهلاك الوقود الموت والتلعثم الأسباب قد يعني الرمز P0134 حدوث واحد أو أكثر من الإجراءات التالية مستشعر O2 الأكسوجيني، سيئ دائرة التسخين في مستشعر O2 الأسلاك أو الموصل إلى المستشعر المتهالك المكسور فتيل دائرة السخان المنفجر الثقوب في نظام العادم PCM الحلول الممكنة الحل الأكثر شيوعا هو استبدال مستشعر الأكسوجيني لكن هذا لا يستبعد إمكانية ما سورة العادم الصديقة أفحص الأسلاك والموصل الموصلات للمشكلات الزائدة لتيار الصمامات المنفوخة لمسخن التيار ما زال يتطلب استبدال المستشعر ولكن أيضا استبدال الصمامات المنفوخة استبدال PCM فقط كملاذ أخير بعد كل شيء آخر يتم تغطية الاحتمالات ترجمة نانسي قنقر